أكد البروفيسور مراد أحميم الدنائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا أنه تم فتح اختصاصات جديدة بكلية العلوم والتكنولوجيا وكلية العلوم الاقتصادية حول الطقات المتجددة والصيرفة الإسلامية وقد استقبلته الجامعة أزيد من أربعة ألاف وأربعة مئة وخمسون طالبا جديدا ليصل التعداد الإجمالي إلى حوالي إثنتان وعشرين ألف طالب بالجامعة انطلاق السنة الجديدة مراسلة عبد المارك رفيس بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للدخول الجامعي الحالي 2021-2022 جامعة بورج بوراريش سخرت كل الإمكانيات اللازمة لاستقبال الطلب الجدد والبالغ عددهم حوالي 4451 طالب وبهذا يصل العدد الإجمالي للطلبة لهذه السنة إلى ما يقارب 22 ألف طالب أما بالنسبة لطالبة الماستر تم قبول حوالي 4427 طالب للسنة الأولى ماستر من بينهم 885 طالب من فئة العشرين بالمئة كما تم فتح عدة تخصصات في الماستر منها ماستر أكاديمي هي الطاقات المتجددة في شعبة الكهروتقني وكذلك تخصصين في الماستر مالية وصيرفة إسلامية وكذلك التسيير العموي تم خلال اجتماع الخلية التسيير ومتابعة البروتوكول الصحي المعتمد بالجامعة الاتفاق على نظام التفويج وتكثيف التعليم عن بعده كما أدعو أبناء الطلبة من هذا المنبر إلى التحل بالجدية في العمل وكذلك الاجتهاد لقضاء هذا الموسم إن شاء الله في أحسن الظروف خاصة نظام الدفعات وكما أطلب منهم أيضا إجراء عملية التلقيح وهذا لتفادي كل الوباء